وذكرت من ولاية غردايا علن وزير الطاقة عبد المجيد هطار أن كفة المشاريع المتعلقة بقطاعي الطاقة سيتم منحها لشركات المحلية الجزائرية سواء الخاصة والعامة وجاء هذا على هامش افتتاح يوم دراسي حول ترقية المؤسسات الناشئة والمحافظة على البيئة بقطاع الطاقة والذي تم عقده بولاية غردايا التغطية كانت لعاصم بوخارج أعطي الأولوية للشركات الجزائرية بصفة عامة الشركات التي لديها القدرة للبناء في الانجينيريك في المشاريع الكبرى ولكن هذه الشركات وبدون تمييز ما بين الشركة الخاصة والشركة العمومية يعني لا يوجد شركة الخاصة بين الانتروبريزة والانتروبريزة حتى ولو لم يوجد هذه الشركات لم يوجدوا لم يكن نقدر نهز الميكرو انتروبريزة ونطلب منهم يعملوا دي جروب ما لأن في بعض الأحيان كين واحد عنده الكاليفيكاسيا ولكن ليس قدر يأخذ شغل ولا مشروع وكين شركة أخرى التي لم يكن لديها الجريمان نيسسير في هذا الوقت ندير لهم جروب ما من جهته الوزير المتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة أل سيد الشيخ وفيما يخص تطهير الأحواض البترولية قال أن هناك العديد من الأحواض لم تعالج بعد مضيفا أنه سيتم إشراك المؤسسات المصغرة مع الصنة تراكل القيام بحماية البيئة بعد أن كانت محصورة على الشركات الأجنبية أحواض لم تعالج وتأخروا في المعالجة تاعها هذه اللي درنا عليها الجلسات ودرنا على برامج عمل كيفاش نقضيه عليها وسونا تراك مؤخرا سيد الوزير على باله خرجت أكبر عرض ممكن في معالجة الأحواض البترولية حوسنا ندخل المؤسسات المصغرة في الخط مع سونا تراك ومع وزارة الطاقة حتى يعودوا الجزائرين هما ليقومونا معالجة هذه الأحواض وحماية البيئة لأن في السابق كانت الشركات التي تقوم بهذا العمل هي شركة أجنبية ترجمة نانسي قنقر